أيها الإخوة الكرام والأخوات يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا يحيا خذ الكتاب بقوة وقال الله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى يعني أنا سآتي إليك يا رب وأقبل عليك بعجلة وعجلت إليك ربي لترضى كل هذا الاستعجال وهذه السرعة في الإقبال عليك لأنني أريد أن ترضى عني وقال الله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بدك مغفرة لا تمشي مشي أسرع بسرعة كبيرة وسارعوا على وزن فاعل صيغة مفاعلة تفيد مسابقة بيني وبينك في السرعة في الإقبال على الله تعالى وقال الله تعالى في سورة الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق همة في الإقبال على الله كان يقول للصحابة الكرام ويقول لنا ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ يا شباب بدكم جنة؟ يا أبنات بدكم جنة؟ يا أخواني أخوات بدكم جنة؟ ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ الجنة بدأ تشمير ما بيبشي الحال هيك بضلك يعني في حالتك العادية فإن الجنة لا خطر لها الجنة لا مثيل لها فهذا اللامثيل له معناة يحتاج إلى جهد لا مثيل له والصالحون أيها الإخوة يقولون الطريق إلى الله يقطع ببذل الروح يا شباب نحن نريدكم كلكم دعاة إلى الله تحملون الرسالة الطريق إلى الله تبذل أو تقطع ببذل الروح إن الله اشترى من المؤمنين منك يعني أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بدك الله يرضى؟ بدك الجنة؟ بدك نسألك رضاك والجنة؟ إذا سمحت تعطينا روحك مو تعطينا نص ساعة تجي فيه على الجامع مو تعطينا ساعة تقرأ فيها القرآن الكريم مو ساعتين تحضر فيه اندرس لا لا كل روحك تعطيها لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وبدك تدفع 2.5% زكاة وتدفع 5% 10% لا لا أنت مالك كله لله أنت مالك شيء أصلا العبد وما ملكت يداه لسيده أنت يا الله شو بيقول لك ساوي بتساوي إذا قال لك كل بتاكل اشرب اشرب كله واشربه ولا تسرفه حاضر أنفق على زوجتك حاضر أنفق على ولادك حاضر صدق حاضر زكي حاضر كل مالك لله يعني أنك لا تفعل فيه شيئا إلا بما يأمر الله كل نفسك لله يعني أنك في كل لحظة تأتمر بأمر الله في كل جلسة وفي كل سفر وفي كل حضر وفي كل حركة وفي كل سكنة الطريق إلى الله تقطع ببذل الروح وقال ابن عطاء الله السكندري من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة فأصى الشباب فينا يا شباب أنتم الآن في زمن التحصيل طبعا نحن كلنا ما دمنا في هذه الحياة في زمن الإقبال على الله تحتاج إلى بداية محرقة تحترق فيها ساعاتك في طاعة الله تعالى تحترق فيها الشهوات على حصن الإقبال على الله تعالى وقالوا يقطع العبد المنازل في السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه يقطع العبد منازل السير إلى الله أنا بدي أوصل إلى الله بدي يصر لي رتب مع الله بدي يصير في إلي صلة بالله بدي يصير من أولياء الله كيف قالوا يقطع العبد منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه إذا كان همته متقاعسة إذا كان قلبه متواني هذا صعب مستحيل مستحيل أن ينال القرب من ملك الملوك إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرد سالفتي بس تشوف راسي عم يكرج على الأرض أنا بترك هذا الأمر غير هيك أنا الله قال لي فاصدع بما تؤمر وأنا أريد أن أخطب ود ملك الملوك فأنا مقبل على الله والله لو بتجيب لي الشمس بتحطه والقمر بتحطه بإيدي التانية ما بحيد ولا بميل إلا أن أموت الله يجعلنا ويرزقنا يا أخوان همة من همم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوحده لوحده تحول اليوم إلى 2 مليار صلى الله على سيدنا محمد ما هذه الهمة في الإقبال على الله وأنت يا شباب وأنت يا بنات في إقبالكم على الله لا تمشوا الهوينا أري الله تعالى من نفسك خيرا أري الله تعالى إقبالا وهمة إذا نظر الله إلى قلبك شاهد قلبك يتحرق للإقبال عليه إذا نظر الله تعالى إلى ضميرك شاهد همة تنافس بها الملائكة وقد قالوا المسلم هذا السالك إلى الله إنسان يباري الملائكة بدك تزاحم وتنافس الملائكة في إقبالها على الله تعالى كان بعض الصالحين يقول أيحسب أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه في الآخرة والله لنسابقنهم إليه يا لطيف هذا الرجل يقول أنا ما صح لي شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا صح لي صاحبه في الدنيا ولا صح لي أجالسه في الدنيا إن شاء الله الصحابين فكرين بالآخرة كمان بدون يسبقون إليه كما سبقون في الدنيا والله لنزاحمنهم عليه شو هذا يا أخوان هذه همة للإقبال على الله إذا طلع الله تعالى في قلبك على همة للإقبال عليه وانصراف إليه وانشغال به سيمدك وسيعينك إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم ترى شوفوا أيها الإخوة أنتم حسبتم على درب الله كل واحد بناتكم صار معروفا في محيطه أنه من أهل المساجد أنه من من يحضر عند الشيوخ أنه من أهل القرآن أنه من أهل الحديث أما وإنه سجل عليك أنك من أهل هذا الطريق لا ترضى إلا أن تكون من السابقين فيه لا ترضى إلا بأن تقتنص فيه نجومه وهذا العشر وهذه الأيام وهذه الليالي القادمات يا شباب ويا بنات ويا رجال ويا أخوات هي فرصة مناسبة مناسبة لكي تقلع في إقبالك على الله تعالى هي فرصة مناسبة لكي المحرك تبعك يشتعل ويظل ماشي شغلك إن شاء الله خمسين ستين سنة إلى الأمام كان بخير